تحتفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم تحتفي بالذكرة التاسعة والثلاثين لتأسيس المجلس والتي تصادف الخامس والعشرين من ما يوم كل عام وبهذه المناسبة أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف أن مسيرة العمل الخليجي شهدت الكثير من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في العديد من المجالات ما جعلها مثالا للتنبيات الشاملة ويأتي العيد هذا العام متزامنا مع الذكرى السنوية التاسعة والثلاثون لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاق مسيرتنا المباركة من مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في 25 مايو 1981 التي نستذكرها اليوم كخليجيين بكل الفخر والاعتزاز ونستذكر بالإجلال والعرفان الآباء القادة المؤسسين رحمة الله عليهم الذين وضعوا الأساس المتين لهذا الصرح المبارك لقد واجهت مسيرة التعاون المشترك كثيرا من التحديات خلال الأربعة عقود الماضية كما شهدت كثيرا من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في مجالات عدة وعلى أكثر من صعيد وبفضل من الله ثم بحكمة ورؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله تمكن المجلس من تجاوز تلك التحديات وفي نفس الوقت تمكن من الحفاظ على مكتسباته ومنجزاته لما فيه خير ونماء وأمن وازدهار دوله ومواطنه فدول المجلس شعبا وقيادة تقدمية في فكرها تواقة للأفضل ترتكز على إرث زاخر من الإنجازات تحققت بسواعد أبنائها وبوأتها مكانة متميزة إقليميا ودوليا فأصبحت مثالا ونموذجا للتنمية الشاملة في وسط محيط مضطرب واطلعت بدورها مع المجتمع الدولي بوعي ومسؤولية فأضحت صوتا للحكمة والسلام والتوازن على الساحتين الإقليمية والدولية